اكيد طبعا اكيد ان احنا هنحترم نتائج التحقيقات واكيد هننتظر النتائج بس هو الحقيقة يعني اللي همنا في المقام ده واللي همنا وإحنا بنتكلم ان احنا ازاي هنحترم النتائج التحقيقات خلال الفترة الجاية اللي همنا انه ما بقاش فيه ولا كبير ولا صغير فيه عمليات التحقيقات ما بقاش فيه الحقيقة حد ممكن نقول انه هو بعيد عن المسألة او بعيد عن ان احنا نشوف من اين لك هذا مجلس الدولة قرر انبارح ان هو يشكل لجنة اللجنة دي برئاسة المستشار ياسر الكورديني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثلين طبعا عن وزارة المالية الجهاز المركزي المحاسبات وبعد اعضاء ادارة التفتيش الاداري في مجلس الدولة عشان يفحصوا كل المستندات الخاصة بكل عقود اللي ابرمها المجلس خلال الخمس سنين الفاتوا معنى ده ان خلال فترة انا بتكلم على فحص كل المستندات الخاصة والعقود اللي تم ابرمها عشان نبدأ ان احنا نشوف هل هي مطابقة للقانون يعني كل عقد تم خلال فترة خلال فترة الخاصة بوق الشلبي سواء كفترة عام او كامين عام او ان هو كان امين عام مساعد اشتركوا في القناة